ترأس وزير السياحة والأتار شريف فتحي الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ تولي الوزير مهام منصبه وزيرا للسياحة والأتار وذلك بمقر المتحف بالفصد ناقش الاجتماع أليات تعزيز مزيد من الترويج للمتحف خاصة لقاعة المميوات الملكية الموجودة به والتي تعتبر أيقونة المتحف وذلك من خلال وضع منهج علمي وخطط ترويجية متكاملة ومبتكرة كما تمت مناقشة مقترح عمل بقات مجمعة للزيارة تضم زيارة المتحف وبعض المواقع الأخرى ضمن برنامج زيارة واحد